اشتركوا في القناة الموجات وهي ظاهرة الحيود وظاهرة التبادل الفينومين ديفراكسيون الفينومين ديسبركسيون بالنسبة لهالظاهرة هذه فهناك ظاهرة الحيود الظاهرة الحيود تشمل نوعين من الموجات الموجات الميكانيكية كنا تحدثنا عنهم سابقا في فيديويا والموجات الضوئية اللي سنتحدث عليها في هذا الجزء كذلك ظاهرة التبدد فهي ستخلط عليها كذلك الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية لزند لي مينوس لذلك نرتاعد في هذا الفيديو انني ما نخصوش فقط الموجات الضوئية لان ما تحدثش على ظاهرة الحيود و الموجات الميكانيكية و ظاهرة التبدد لذلك جمعت في هذا الفيديو هذا عن صينفين موجات باش نتحدثوا على ظاهرة الحيود و ظاهرة التبدد فيهم في جوج نشوفوا أوجو الاختلاف اللي كينا فيهم على بركة الله غدي بيدو بظاهرة الحيود إذن ظاهرة الحيود و غدي نبدأ فيها للموجات الميكانيكية دوق ما هي ظاهرة الحيود في الموجات الميكانيكية او ما هي ظاهرة الحيود بصفة عامة ظاهرة الحيود تحدث عندما نرسل موجة ميكانيكية أمام شق أو ما حاجز به شق إذن ظاهرة الحيود كتعرف نقوله هي تغير في بنية الموجة عندما تصادف حاجز به شق عرضه يعني كانت حديث على ظاهرة الحيود باش كتكون عندي واحد الموجة وكيكون أمامها حاجز هذا الحاجز به واحد الشق به واحد العارض إذا وقع تغير في بنية الموجة نستحيا نقوله في سطح الموجة ندخله في الحيثية وفي الهدوطي دياله إذا تغير الشكل ديال الموجة سنقوله أن الموجة تخضع لظاهرة الحيود نأخذ مثال في الموجة الميكانية نأخذ مثال الموجة على سطح الماء نأخذ مثال موجة أفقية ومستقيمية برضو على سطح الماء إذا لاحظنا هذه الموجة هي موجة مستقيمية نشتناها في السابق الموجة المستقيمية عندما تريد على حاجز به شق إذا وقع تغير في الشكل الموجة أو بنية الموجة نلاحظ بأن موجة مستقيمية أصبحت كيف؟ أصبحت موجات دائرية يعني وقع ماذا؟ نقوله تغير في بنية الموجة الفرنسية changement de la structure d'une onde هنا وقع تغير هذا التغير هذا الوقع يقول لي بأن هذه الموجة خضعت لظاهرة الحيود إذن الموجة تخضع لظاهرة الحيود نفسي إلا أخذنا حال أخرى للموجات دائرية عند سيركولار كما يبين شكل بأن الموجة الدائرية هنا عندما تجتاز شق تجتاز شق عندما تجتاز شق فتصبح دائرية هنا مستقيمية أصبحت دائرية أنا أعود أن نقولها بدون الدخول في الحيود لأنها مجموعة من الأشياء ممكن تحتع لها هنا إلى بأن تعمقوا في الظاهرة هذه أصبحت دائرية إذن خضعات كنقوله إلى ظاهرة الحيود هنا كي اللي غادي يقول لي مثلا دائرية قد تخرج بمستقيمية ولكن دائرية أصبحت دائرية إذن إلا قلنا الشكل لم يتغير أصبحت دائرية الحيود ولكن إحنا قصدنا هنا بنية الموجة ليس بشكل الموجة بنية الموجة إذن أشنو يتغير من هنا إلا لحظة فالدوائر اللي كان هنا مش هي هالدوائر هذه يعني هالدوائر فهي ممركزة حول هالمركز S بينما هالدوائر فالذي هالمركز آخر سوف يكون هناك في الجوية وبالتالي تغير مركز يعني المنبع من هاد الموجة إلى هاد الموجة يعني تغير في بنية الموجة وبالتالي خضعت نقول أنها خضعت لظاهرة الحيود هذا هو هذه الظاهرة الحيود في موجة الدائرية الدائرية إذن كش نقول ظاهرة الحيود هو تغير في البنية هنا تتضح بائنا بأن تغير لأن الشكل تغير من المستقبل الدائرية ولكن هنا تسجيش شوية من بينش لأن الشكل دائري بقى دائري غير نحن نتركز على البنية يعني على البنية الداخلية للموجة يعني الموجة كان عنده حال منبعنا S ممركزة حوله الموجات بينما هنا المنبع S ما بقى شوية المركز تغير يعني هذه كتسمى موجات دائرية وانا دونك غير باش نضحوا هاد الموجة هادي هاد الموجة تسمى موجة واردة هاد الموجة تسمى موجة واردة موجة واردة موجة تسمى موجة تسمى موجة تسمى موجة واردة تفهمي دونك هناك خصائص كتحافظ عليهم ظاهرة الحيوة شنهم هو طول موجة إلا لاحظونا طول موجة من القيمة للقيمة طول موجة للموجة الواردة وهو نفسه بالنسبة للموجة الموحيدة يعني هادي إلى عبر سيد المسافة هذه لنظة لطول موجة هادي القياد نفسها حيث كنعرفوا لنظة بين قيمة قصوية قيمة قصوية وقيمة دونية قيمة دونية فالشكل هذا فالأشكال لا في الدائرية ولا في المستقيمة لهم نفس طول الموجة لنظة للموجة الواردة والنوجة الموحيدة نهم نفس طول الموجة لنظة لهم نفس التردد ٢٠٠١ٓٓ كما قم希望 تردد المنبع وبالتالي المنبع جاد من هنا ٢٠٠٠١٠٠١ٓ الظبع لتغير الغير تلقيه ٢٠٠٦١ٓ٦ٓ٠ سوف تردد maggm ٢٠٠٠٩٦ٓ١١٨٢٠٠٦٢٦١٥ف ٢٠٠٦٠٥١٠١١٦٢٦٩٦٢٠٤٠٦٦٦٦٠٠A بأن سرعة الانتشار ستبقى هي أعلى لأن السرعة تسوي لانضا تردد بما أن لانضا ما تغيراته تردد ما تغيرش سيطاديق بأن السرعة تبقى تابعة نفس الشيء هنا يعني جميعا ضايرة الحيود في موجة الميكانيكية هذه الخصائص ستبقى هي أعلى يعني هنا ها هي الموجة الواردة الموجة الواردة والموجة الموحدة لهم نفس الخاصائص الفيزيائية نفس طول الموجة نفس تردد ونفس سرعة الانتشار يم wir الموجة de موجة لاندين troisièmeانسي دان ويلانة دیفرکتي دیفرکتي والانسي دان أنهم نفس الحصائص الفيزي win ممنون ممنون iche قال سنا quit تعني تبقى الندفة واش دي ما تتوقع الظاهرة دي ما غي توقع فون هالظاهرة نقوله تتوقع في الموجهة الميكانيكية ولكن بشرط اجنو الشرط هذا خاص تكون عرض الشق اصغر من او يساوي لنده خاص عرض الشق سواء هذا او هذا يكون اصغر او او على الاقل يساوي او على الاقل يساوي الى كان يساوي لنده ممكن شاهده ظاهرة الحيود او لا اصغر من لنده او اصغر من لنده هي ظاهرة الحيود في الموجهات الموجهات الميكانيك اذا دي كنقولها هي تغير في بنية الموجهة يعني اه موجه مستقيميه ناخلينا مثل ضد حلماء موجه مستقيميه تصبح دائريه احه تصبح دائريه يعني ولكن خاص باش تكون موجه مستقيميه تكون موجه دائريه خاصه invented استرد يتحقق يعني متى نفح التمرين لديك الرنضا تساوي 4 سنتيمتر وأسوار 10 سنتيمتر نقول لك أرسم الشكل الملاحظ إذا كانت أ يجوج ولنضا يربعة يعني أ أسغل من الربعة من الرنضا إذا تتحقق ظاهرة الحيوذ وبتالي أرسم الشكل بحالها كمستقيمية لدائريا والليل أعطوكم أفلول دائريا ترد دائريا مع اختلاف المركز ممكن نظر على الموجهة ضائرة حويتة في الموجهة الصوتية صوت إذا مثلا نغير ورقة وطويتها مزيان وغادي يولي فيها تولية عبارة عن حاجز بي توقب ونظر فيه غادي نلقى بأن الصوت دي علي كيف كيف كان نظر أنا مثلا دبع ما شوه كيف غادي نظر إذا كان توقب نهاية نولي تنقول بأن هناك ضائرة حيود وبالتالي ضائرة الحيود تخضع لها الموجات الميكانيكية أي موجة ميكانيكية ممكن تخضع لها ضائرة الحيود باستثناء طريقة الحال بحال مثلا موجة على طول حبل ماذا دابا؟ ضائرة الحيود ولكن الموجات الضوئية يعني للضوء أول حاجز سنعرفو هو الضوء ماذا هو الضوء؟ بالنسبة لنا الضوء هو عبارة عن موجة كهروميغناطيسية ينواند الكترومانيتيك سبروباج ضوء الميليون ماتيريال ترانس باروء ضوء الضوء عبارة عن موجة كهروميغناطيسية تنتشر في الأوسط المادية الشفافة يعني الشفاف ضروري سيكون كيبينا ذاك الواسط وفي الفراغ إذا رجعنا للوقت شوية للفيديوهات السابقة سنلقوا بأننا نعطينا تعريف دي الموجة الميكانيكية وفي تعريف دي الموجة الميكانيكية قلنا تنتشر في الأوسط المادية وفي الهواء يعني تنتشر في الأوسط المادية خاصة مى إذا نقوم باحتلها ولا تنتشر في الفراغ هذا أساسي يعني الموجة الميكانيكية لا تنتشر في الفراغ لأنه بطلق الحل أنت تقول موجة ميكانيكية يعني الخصى مادة لتنقلها فهم؟ الخصى المادة لتنقلها بينما نتدرع موجة كهروميغناطيسية يمكن أن تنتشر في الفراغ بالتالي لديك ما هو الفرق بين الموجة الضوئية والموجة الميكانيكية تنغولو بي أنا الموجات دوئيان تنتاشيرو في الأوسط المد يشففو في الفارع بينما الموجات الميكانيكية لا تنتاشير في الفارع donc les ondes mécaniques se propagent dans les milieux matériels élastiques et ne se propagent pas dans le vide par contre les ondes lumineuses se propagent dans le vide هذا و تاريف دير لا تنظروا على موجات طولية و موجات مستعرضة لأنها موجات طولية و مستعرضة خاصة بالموجات الميكانيكية وبالتالي هنا تنظروا إلى موجة تهروميغناطيسية elektromagnétic هذا أول حاجة نعرف بماذا تتميز أو بماذا يتميز الضوء أشنا من المميزة الضوء كذلك حال الموجات الميكانيكية يتميز بطول موجة لنظة لنظة ويتميزه بتردد يعني كل ضوء عنده تردد دياله وعنده طول موجة لنظة خاصة به وعنده نعرفه من بعد وعنده نشوفه الضوء الضوء ممكن تحطيه على نوعين من الضوء حيث حنا سنعرفه مثلا كين ضوء الشمس تعامين أو الضوء ديال مصباح عادا كنا نسميه نسميه بأنه ضوء أبيض وكين ضوء مثلا اللي كان نقدره أننا تلعبوا به هو ضوء اللازل وضوء الحمر كين ضوء أخضار إلى غير يعني الأضواء ممكن ندره له أضواء وحادية اللون مونوكخوماتيك ها وأضواء متعددة أو ضوء متعدد الألوان لوابوليكخوماتيك عشنا هو ضوء نوع الوحادي اللون الضوء الوحادي اللون هو ضوء الذي يتكون من لون واحد فشنا نقوله من لون واحد يعني فيزيائيا ضوء يتكون أو يتوفر على طول موجة لنضة يعني الضوء الوحادي اللون يتوفر على طول موجة لنضة حيث قبل قلنا لأن الضوء يتميز بطول موجة لنضة وبالتالي فنقول أنا ضوء وحادي اللون هو يتميز بطول موجة لنضة هنا ضوء يتميز بطول موجة لنضة يتوفر على طول موجة لنضة يتوفر على طول موجة لنضة واحدة الضوء المتعدد للألوان هو ضوء كنا نعطي مثل والضوء الأبيض يعني في مجموعة من الألوان مركبة فيما بينها يتوفر على طول موجة لنضة يعني كيف نبدأ نحن ضوء أبيض لكن في الواقع يرى في ألوان بعدها نعرفه لشيء إذن بس نعرف هذا الضوء الأوحدية للنضة كنا قلنا يتميز بطول موجة لنضة يعني كل ضوء أحادي اللون يتميز بطول موجة لنضة مثلا إذا قلنا ضوء أحمر عنده لنضة ضوء أزرق عنده لنضة إلا غير قلنا نطلع نوحد السلم دي الموجات أطول موجات هنا شوفوا معي هنا عندي لنضة أنا نقص منه لأنه اللي مهم عندي هو ما هادو شوفوا معي طول موجة كنا 10 أس ناقص سعود متر كنا 10 أس ناقص ثمانية متر كنا 10 أس ناقص سبعة 10 أس ناقص ستة 10 أس ناقص خمسة 10 أس ناقص أربعة لاحظوا بأن أطول موجات فهي صغيرة جدا وبالتالي هنا سنضروا إلى أن نشرب المتر بوحدة المتر هنا يرى بالمتر كوحدة ولكن طول موجة كوحدة كتكون بالنانو متر في الضوء سنضروا إلى النانو متر بحيث أنه واحد نانو متر ساوي 10 أس ناقص سعود متر إذن هذا 10 أس ناقص سعود متر هنا هي أشياء واحد نانو متر هذه هي شحال 10 نانو متر هذه 100 نانو متر وغادي هذه مثلا شحال غادي القوى 1000 نانو متر هنا 10 أس 3 نانو متر هذه 10 أس 4 نانو متر وهذه 10 أس 5 نانو متر بالنانو متر إذن هنا لاحظوا هذا هذا التخافيوري فوق البنفسجي وهذا تحت الحمراء وهنا هي كينما يسمى المرئي الضوء المرئي نحن بالنسبة لنحن الضوء المرئي يتراوح طول موجة الضوء المرئي ما بينه تقريبا مشي 700 لأنه باقي جاء هنا تقريبا 800 نانو متر إلى غاية 400 نانو متر يعني هذا الضوء اللي كنشوفه هنا بالعين دي 800 إلى غاية 400 ما تحت 400 ما تيباليناش هو الفوق البنفسجي كيمشي من قليل من 400 إلى غاية 1 نانو متر إلى غاية 1 نانو متر وهنا فوق من 800 كما تيباليناش هو فوق تحت الحمراء تحت الحمراء وتيمشي إلى غاية هذه القيمة هذه 10 ناقص 4 اللي هي 10 5 نانو متر بار هذا هو نحن اللي تيمكن هذا مزيف هو الضوء هذا المرئي الضوء المرئي ييم كيمشي من 800 إلى غاية 400 نانو متر 800 لاحد وين عياض 800 من 800 تلت قريبا 610 كاك أو 620 تيكون عندناش شنا ما تيكون اللون أحمر من بعده غادي بورتوق عليه وغادي احتل هنا غادي يكون هنا بانفساجي لون البانفساجي بانفساجي مزيلا 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 الدراسة الظاهرة الحيود للدور وحادي اللون كان واحد الحاجة اللي مزيلا ما شرط ليش هنا هو الدراسة هذه في الواقع قبل ما ندرها الدراسة كان العلماء كانوا كيهدروا على ما يسمى مبدأ استقامية الضو كانوا يعني الاعتبار بان انتشار الضو في اي وسط فهو يكون على شكل وفق مستقيمات ندرنا واحد درنا واحد ضو هنا ضو وحادي اللون ها ندرنا ضو وحادي اللون هالضو هذا ودرنا واحد الحاجز هنا وندرنا فيه واحد تقب كبير هالضو هذا كيمشي من هذا التقب هذا الحركة حتى كيمشي لواحد الشاشة وكنلقاوه هنا اي ضو اي ضو اي 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 هنا كانوا كيقول العلماء بان الضو ينتشر وفق مصارات مستقيمية واسمهم مبدأ الاستقامي للضو يعني وهنا اللي يفسروا بها ما يسمى ظهور ضل علاش ضل دي الانسان ولا دي اي حاجة كتبان لان الضو او لذلك الوب جي توقف امام اشياء الشمس او الاشياء دي الضو وهذا الشي اللي كيدي الى ظهور ضل يعني ظلام الوراء لذلك الجسم وهذا الضو كيبي ليا شكل الجسم لان كون كان ضوء مستقيم اي غير مستقيم في انتشار دي الو مغيبنش ليا هذا الضو كون دازو دي بيو من جنبو مشو الاوسط الاخرى او للججار الاخرى همين هذي مسألة الثانية شنو دارو من بعد مناظو صغروا هذا الشيق هذا قالوا إلا صغرنا هذا الشيق بزاف واشغاد يبقى هذي البقعة هذي كتبان يعني واشغاد يبقى انتشار دي الضو مستقيم يعني إلا صغرت هذا الشيق بزاف واشغاد هذا الشو عاد كمشي على كمشيت يعطيني بقعة واحدة ذي اللي داب دون فاسغروا الشيق مزيان واشنو دارو لقوا هذي الحال هذي لاندي لقوا هذي اللي يلقوا يعني خداو منبع لازار يعني الدور أحمر اللي هو اللازار اللي تنقول إحنا اللايزار هو لازار ورسله إلى رسله على واحدة العارضة وهذه العارضة بها شيق فونت عرضها يعني هذي العارضة هذي فهو عرضها هو وعلى هذي العارضة هذي هو ومن بعد وضع واحد الشاشة إكران الشاشة تبعد عن الحاجس بمسافة لي دي شنو لحظهم على الشاشة نور ما كانو كي تقال وين لحظ بقعة واحدة الفرد يلي كانت ولكن نتيجة للقو بأن مش بقعة واحدة وإنما مجموعة من البقعة بقعة الأولى يلي بقعة مظلمة ثم بقعة أخرى ثم مظلمة ثم بقعة إلى غير نفس شيء في الأسفل يعني مجموعة من البقعة مضيئة وبقعة مظلمة همين هذه الحالة اللي يشوف دون قالوا بأن بنية الضو تغيرت بعد مرورها من الشق ونتذكر معايا شنو قلت قلت بنية الضو تغيرت بعد مرورها من الشق إذن الضو يخذ علي ماذا يخذ علي ظاهير الحيود كنا قلنا سابقا بأن عند مرور الموجة من شق ويتغير بنية الموجة نقول أن الموجة تخذ لظاهرة الحيود الموجة الميكانيكية هنا الضو بعد مروره من شق تغير الشكل أو بنية إذن فهو يخذ لظاهرة الحيود وبالتالي فالضو عبارة عن ماذا عن موجة الموجة لذلك الميار يتجين أن لأن الشكل يخذ عن الحيود وما الموجة بما أن الضو أخذ الحيود إذن الضو فهو موجة تفهمين هيا هذه حالة الأولى طيض الحل سوف من بعض الخصائص بأن المسافة تؤثر على البقعة تؤثر كذلك على البقعة والنض للضو تؤثر كذلك على البقعة لأن هذه البقعة هي أكثر شدة يلا يتمثل الشدة يعني هذه البقعة هذه فهي أكثر إضاءة شدة مقارنة بالأخري إذن هذه البقعة نسميها البقعة المركزية لطاش صندخال هذه البقعة تسميها بقعة مركزية هي أكثر إضاءة وهي التي نتم بها في الدراسة دي سي بو نعم مزيد من بعد درت واحد جربة أخر هي ماذا هو تغيير الشق تم تغيير الشق وقياس هذا العرض هذا عرض البقعة المركزي هذا العرض لأن هذا العرض هو عرض البقعة المركزي هذا البقعة يتم تغيير أ وقياس حساب العرض واستعمال بعض العلاقات اللي غير رجعليهم صابعا من بعد ونلقى واحد العلاقة اللي هي تيتا يساوي لند على العلاقة هذي غادي نوريكم بعد كيف شغل نلقينا دونك تيتا هي هذي الزاوية هذي هذي هي الزاوية ما بين ماذا هي الزاوية ما بين هذي البقعة هذي لأن هذي البقعة نغم ما نزح نغم ما في كين اي كين هنا يعني إلا عودت رسمتها أنا هذي رسم لكم الحل ك هي هذي البقعة اللي عندي هاي هذي هذي البقعة هي هذي 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 يزوي مبين طرف البقعة ومنتصف البقعة يعني 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 الزاوية ما بين الطرف البقعة ومنتصف طي الحل الزاوية هذي رأي هذي للفوق هنا يعني طرف البقعة ومنتصف البقعة هذه الزاوية تيتا تيتا تسمى الفرق الزاوي لكاغ اونجيلر حدثها الرادين اكاغ اونجيلر لكاغ اونجيلر الفرق الزاوي دونك هذي اونجيلر هي الزاوية ما بين طرف البقعة ومنتصف البقعة تفاهمي وراء دونك هنا من بعد هذي تجربة هذي سنتكررها ولكن هذه الخطرة باستعمال شق دائري إلا استعملنا شق دائري إلا استعملنا شق دائري نفس يعني الحدث العملي ستقع لنا ولكن الخطرة فالبقعة فهي دائري نحن بقعة ليدائرية بقعة مضيئة بقعة مضيئة بقعة دون مضيئة بقعة مضيئة أنا غيرت اللون يعني قدرت اللون أصفر باش يتضح لي بأن اللون هنا كان لون أصفر إذن البقعة المركزية يهدي أكثر إضاءة كذلك يهدي الآن العرض L هو قطر البقعة بالتالي وهذا الزوية هي الزوية بين طرف البقعة المركزية ومنتصفها ليه غيكون هو الشعع منتصفها ليه الشعع وره هنا كذلك كنا واحد العلاقة هذي نشوفها من بأن النطيطة يسوي 1.22 فلان ضع على A بحيث A هو العرض للشق وآنا ستكون لأن الشق دائري ستكون الحاجز ستكون قطر قطر للشق لأن الشق دائري فاهمين هذي ما يسمى ظاهرة الحود سوف ندرس كل الحالة على حدة سوف نأخذ الحالة الأولى الحالة الأولى عندي الفرق الزاوي طيطة وهذا هنا قلنا بأن هذه هي البقعة إذن إذا قلت البقعة وقلت بأن طيطة هي الزاوية مبينة طرف البقعة ومنتصف ومنتصفها يعني منتصف هذه المسافة هذه إلا لأ إثنان إذن هنا إلى وطن نظر من المنظور الرياضي فتنقول بأن هذه الزاوية طيطة لديها علاقة بنصف عرض البقعة اللي هو إلا لجوج والمسافة الفاصلة بين الشاشة والشق لماذا أنا استعملت هذه العمل لأن تجريبيا كلما غيرنا واحد من هذه المعطيات كلما غيرنا الشق أو غيرنا الأنظر أو غيرنا المسافة فهذه البقعة تتغير كلما غيرنا وبقى معي ونشوف هنا يعني دوق كي لاحظوا معي هنا لاحظوا معي هذه لنظر طول الموجة للانجور دونت هذه distance فونت إكرا distance فونت إكرا مسافة بين الشق والشاشة هذه لارجور فونت يعني عرض الشق لاحظوا معي كلما قمنا بتغيير لنظر شوفوا وش يوقع شوفوا هنا شوق صغير لنظر شون توقع هنا كي صغير بتغيير اللون كي تغيير لأن لنظر تتعلق بالألوان تتصغير لنظر شون كي يوقع العرض البقعة كي صغير أو لا كي تزاد إذن هنا لنظر تؤثر على البقعة المركزية كذلك أو على جميع البقعة فهمين هنا يشوف المسافة كلما قمنا بتكبير المسافة تزداد عرض البقعة صغير المسافة تتناقص عرض البقعة لاحظوا وطيطة كذلك ركت زاد أو كتنقص بما أن هذا L كتنقص يعني طيطة حتي نفس شيء بالنسبة كلما تزاد A ف البقعة كتصغر كلما صغرت A البقعة كتزاد والزاوية كتزاد إذن هناك علاقة بين هذه المقادير اللي هما A D و لنظر كين علاقة بين L كذلك ف و L إذن هذه العلاقة يجب نحاول نبرز هنا إذن إذا 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 نخدم علاقة ثلاثية في الزاوية طيط الحال ما عنديش الواتر وإنما عندي المقابل المحادي الكوتي adjacent إلى كوتي opposite دونك هنا من خلال الشكل من من خلال الشكل لدينا طانجونت طانجونت طيط يساوي L على إثنان على الد يعني طانجونت لأن الطانجونت دائماً المقابل على المحادي هناك نقوم بتذكير الزاوية المثلاثية والعلاقات المثلاثية يجب أن يكون عندي مثلاث قائم زاوية A B C وزاوية ألفا إذا كوس ألفا يساوي A B على أبغضون كوس ألفا يساوي بس يعني كوس ينس كوس ألفا يساوي أش كوس يساوي الدائم المحادي اللي شاد في الزاوية على الوطر هاو أكبر دائم اللي كيشوف في الزاوية 90 درجة يعني بس على الس سينس ألفا يساوي الدائم المقابل اللي كيشوف في الزاوية سينس كنقول أنا دائما يصبح ألفا يعني سينس ألفا سينس يعني سينس ألفا أبغض أس والطنجون فهو السينس على كوسينس يعني أبغض على بس هنا استعملنا التانجونس وهو الدرع المقابل للزاوية على الدرع المحادي أو الدرع المقابل على الدرع المحادي هادي كتعطينا H L على إثناني اللي كتلاحظو معايا وكي بقلنا قبلا فإن الزاوية تتا تكون بالرديان وهات الزاوية دي فهي صغيرة هنا نعتبره تتا صغيرة تتا . hipo. هذه الانتجابات تقول الله يتجح المريكا ذلك. التنجادي هو التنجادي الصلاة لصلاة الانتجابات من الطو*** وفي الدور التنجادي استignant حول لا يتجحنا القوة التنجادي هو التنجين صلا المتحدثه. التنجادي هو التنجادي هو الترين في معرفة الدمه bothersكم. التنجادي حان الساين في مرار على بده نتيج أو المنتج. طANJENTE 3 إلى غاية سلفت спA6 ولكن طANJENTE سلفت سلفت سبعة فقريباً ثم الثمانية أوربعة وتمانيمة إذاً ثم نبدأ أنه على Long-League هنا نعود تنزون تيطا بتيطا وبتالي تولي عندي تيطا يساوي L على 2D هذه علاقة بين الفرق الزاوي تيطا نخصيكم بالردياد لكاوانجولار وعرض البقعة و المسافة ما بين الشق و الشاشة هذه أولى العلاقات اللي ممكن نردوا البال بأنه ماشي دي ما هذي نقوله L على 2D لحسب الرمز اللي اعطيناكم ممكن هذا العرض هذا ما نسميش لك أنا قائل نسميلك دي صغيرة ولا نسميلك أي اسم وهذا الشق عماشي بدر نسميلك A ما نسميلك أي حاجة ما تحفظوش العلاقات و ما تحفظوش الرموز و إنما تعملوا معها بتحليل الرياضي والهندسي إذن تيطا يساوي L على 2D هذه علاقة هناك علاقة سابقة اللي أريدكم نعلم أن تيطا يساوي L على A و هادي كيفاش نجيب هذه العلاقة هذه العلاقة تم إتباتها تجريبيا يعني حالاش قمنا بتغيير الشيء كل المرة سنغيير الشيء و كيفوريتكم بقبلا في ذيك الانيماسيون بأنه نغيير A شو كيو قال هذا البقعة كاتتغير إما كاتتزاد إما كاتتنقص نعم دونك إلا غيرت A هاد البقعة كاتتغير دونك شو كندير إحنا كنناخد واحد جدول أنا زي بس نضرب عاكم المنظور تجريبي كنناخد في طيطا بالرادية بدلالة واحد على A بالمتر أس ناقص واحد يعني الطيطة بدلالة واحد على A هنا إذا مثلا كنناخد مجموعة من القيم على سبيل المتر كنناخد مثلا مهم ناخد قيم أنا عاد نعطي لكم مثلا دلت A واحد القيمة مؤينة مثلا هي 0.5 مثلا استعملت 5 مليمتر استعملت جوج مليمتر هي جوج 10-3 واحدة لا جوج يعني سنغطي لها 15-3 كمثال كمثال نعم نعم عود ذلك نعم وعن نعود ョ قيمة كمثال نعم بعد نعم ونحسر لنسر ونعم نعم سنعب أكتب عدتاني الزاوية الأخرى هنا بالنسبة إلى غاية وكان رسمون حانا ديال الطيطة بالرديان بدلالة واحد علاءة مثلا أنها عندي عشر وثلاثة عشر وثلاثة عشر وثلاثة ممكن نعمل بها هنا ثلاثة عشر وثلاثة متر وثل ناقيس واحد كالقاء عبارة عن دالة خطية ورسمتها شمتين عبارة عن دالة خطية حالك دالة خطية وهذه الممكن أننا نصادفها في بعض التمارين وفي المتحانات كانت في بعض المتحانات وطانية تقولك مثلا السؤال هنا يقولك أحسب لاندا طول الموجة لاندا دونك شنو أنت تعملونها تقول بأن تيطا يساوي ك فو عدل حيث أن ك هو المعامل الموجة لاندا دالة خطية في الرياضيات تقولوا ي يساوي A حيث A لأن لدينا في المحوال لاندا درس K تيطا يساوي K في واحدة ل A Y يساوي A X X و و Y تيطا و المعامل الموجة في الرياضيات هي K يساوي تيطا على واحد على A ناخد نقطة ناخد تيطا ناخد واحد على A و نعود و نحسب هذا ما نحسب هو القوى هي لاندا وبالتالي تيطا يساوي لاندا في واحد على A هي هذه العلاقة تيطا يساوي فاهمين كيف نجيب هذه العلاقة الجريبية هذه العلاقة من هذه ممكن دمجهم يعطوني L يساوي لاندا على لاندا إذا L مثلا يساوي جوج لاندا على A هذه علاقة ممكن نخرج من هنا لاندا يساوي ألف وعلى جوج لاندا يساوي لاندا ممكن أي حاجة نخرج لاندا كلما تزاد لاندا وكلما تزاد المسافة وكات نقص كلما تزاد A وكات زاد كلما نقص أرى كيف أريدكم كبيرا نقص A لاندا 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 فهمين هذا العلاقة يجب أن تعرف ماذا بدون هذا الدمار من الأول من طنجون إلى هنا يجب أن تعرف لاندا 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 وهي تمثل المعامل الموجه هناك حاجة أخرى ممكن نوضعها من نسبة العلوم الفيزيائية أو العلوم رياضية ممكن مثل لك أنا L بدلالة واحدة لا فهو دلالة خطية ونقول لك استنتج لاندا مثل لك L بدلالة واحدة على أ يعني المعامل الموجه هناك هو لاندا لأنها تتكسب عشكل L يساوي ك من خلال هذه العلاقة و كيف يبدو ك هي ك ك ك ك ك ك ممكن إذن هنا ممكن نحسب لنظة بحيث أن لنظة كتابة على جو جدي وكهي المعامل الموجزي فاهمي؟ مزيد هذه فيما يخص هذه الحالة نفس الشيء ممكن نديره في الحالة الأخرى هذه الموجة يعني حاجز دائري كذلك حاجز دائري عندنا هذه المسافة هذه هي أش هي نصف القطرة يعني هي الشعاع إذن ممكن نقول على الثاني حسب الشكل في الطريقة تانجون تيطا يساوي أغ على دي أو لا نقول هي القطرة والدي على جوج تانجون تيطا يساوي دي على جوج على دي يعني القطرة كامل هو دي أولا نضرع لاش شعاع أغ اللي بغيت على حسب التمريكي باش موضوع عندي بما أن تيطا صغيرة إذن تانجون تيطا يكافي أو يساوي تيطا يعني أن تيطا يساوي أغ على دي أو لا تيطا يساوي دي على جوج دي وهناك نقول نعلم أن العلاقة السابقة تيطا يساوي 1.22 لنضا على أ لأننا مثلا نقدرون نقول إحنا هو هذا الشق فهو دائري لأن هذا الشق دائري وبالتالي نقول قطر دياله هو دي مثلا اسموها اسموها دي دي زير إذن من هذه الجهاز و شنو تعطينا أن أغ على قروند دي يساوي 1.22 لنضا على دي زير أو لا هادي كتساوي هادي اللي بغينا وانا نفس الحالة هذه العلاقة حتى تم إثباتها جريبيا بذلك الطريقة اللي كان ديرو دياله للدالة الخطية نسمو نحنة ديالتيطة بدلات واحدة على دي زير فاهمي؟ وانا الهدف ديال الحيود إبراز ما أو ماذا يبرز الحيود الحيود للضوء يبرز أن للضوء طبيعة موجية كتبتها سابقا يعني الضوء يخضع لضايا الحيود علاج لأن الضوء عبارة على الموجة فاهمي؟ مازيح قبل ما ننسى ماشي نغير حيود ضوء أحادي اللون ممكن نضرتها حيود الضوء الأبيض يعني الضوء يتكون مجموعة من الألوان ونأخذ مثلا كل مهات شووو معي هنا نغير الضوء مقاشئ وحادي لون نضروه لمية بلانش إذا عندي ضوء يعني أبيض هذا الضوء أبيض يعني متعدد الألوان هناك الكثير من الألوان لاحظوا الشكل كيبالية كيبالية في الواسطة ضوء أبيض ولكن مثلا بعد تيبا ضوء ألوان أخرى مثلا نحاول نكبرها أشتبه لكم بزيان حلقة لاحظوا كان ضوء أبيض ولكن كان أضوء أخرى مثلا أصفار كان برتقالية أحمر وغادي تل الأزرق كم هناك يعني كان تركب الألوان فحلوقيتك كان تركب الألوان يعني الضوء الأبيض هو تركب ألوان يعني تركب الألوان كلهم متواضعين في البلاسة واحدة موضعين في البلاسة واحدة يعطينا ضوء أبيض ولكن من فوق الضوء الأبيض كان هناك ألوان أخرى إذا كنا نعرف على السبب هذه الألوان نحن كنا نعرف هذه العلاقة هذه مثلا هناك هذه العلاقة قيطة يساوي لنضع لها أي أن الزاوية طيطة الفرق الزاوي عنده علاقة ب لنضع تفهمي نحن عندنا كل ضوء نحن نمسح هنا باش نكتب لكم نحن نمسح هنا باش نكتب لكم نحن نمسح هنا باش نكتب لكم نحن نمسح هنا باش نمسح هنا جديد هنا شو معي هنا هنا كل ضوء كنا نعرف حنا هنا الضوء الأبيض بلندة ديالو محصورة بينه 400 نانو متر أصغر من أو يساوي 800 نانو متر هذا الدول أبيض تفهمي؟ دول أبيض دونك بالنسبة لي نحن هاد الزاوية طيطة تساوي لندة على يعني الزاوية طيطة تتعلق بطول موجة لندة نحن الزاو الأبيض فيه بزافة الألوان يعني فيه من ربع 100 إلى 800 فيه الحمار فيه الزراق فيه الصفار البرتقالي إلى غيدا يعني كل الزاو عنده زاوية طيطة وبالنسبة لي نلقى بأن الزاوية طيطة محصورة بين 800 بين الزاوية الأحمر والزاوية البنفساجي الفيولي لأنه يلاقص مثلا على أ وهنا على أ وهنا على أ الزاوية 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 يعني الزاوية 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 كل شيء مثلا تجمع عنها يعني الزاوية جمعت الزاوية الزاوية بللللللل الزاوية الزاوية نحن 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 ن كالترنزية العونية نرابر في الملاحل إن الخاص بالب ine disappoint سالك والوسط بإشارة المغيرة الترنزيور نستقلally لذلك년 السرنة النهات found نستقلائح والصرا على الغم tبا خير لمو episodes هل تعطي siamo ترددت هو قديل Barn نفسه نفسه مقطن نعدي في معرفةuffle أقل تردد منضبط التردد على هذا القيمة اللي هي 25.4 هرتز كالقا ولندة نتعرف لان لانجور دونت 0.68 سنتيمتر إذن اللي حسبنا الصورة هنا نقوم بـ 1 لندة 1 في 1 اللي هي السير فاسيلا 68 منضربة 15.17 تساوي اللي حسبتها نقوم بـ 340 متر فاقسول من بعد تردد 2 ونحسبوه الصورة عادية في التردد 2 هي لندة 2 2 هي سير فاسيلا 5 10 أسيب هنا أسيب هنا رخصني 10 أس ناقش جونسيتا إنها منحول بسنتيمتر المتر مضروبة 6.8 10 أس 4 تساوي إذن اللي حسبتها القيمة 7.5 10 أس ناقش جونسي مضروبة 6.8 10 أس 4 كان تعطيني 340 متر 10 أس ناقش جونسي إذن رغم أن التردد تغير من 1 1 1 2 السرعة لا تتعلق بالتردد إذن الهواء حيث هنا في الهواء وسط غير مبدل لا مليو من تساوي ليس ناقش جونسي لك الهواء ناقش جونسي إن مليو ناقش جونسي رشفين ناقش جونسي تميليونو ديسبرسي هذا هو هذه ظاهيرات التبدد يعني كنت شديد انا شي وسط اخر مثلا اغيرت التردد دياله ولقيت ان السرعة تغيرت غير كان لقى السرعة تغيرت تقول ان الوسط غير ان الوسط مبدد تقول ان الوسط غير مبدد بعض الاختلاص بدون حساب بغير من العلاقة رغم ان العلاقة فائن ولكن القينا ان الوسط غير مبدد تقول ان بعض الوسط التي تكون علاقة السرعة لا يوجد علاقة بالتردد ممكن ان نتجر من العلاقة بان الوسط غير مبدد وعلم هذا الفيلم يخص الموجات الميكانيكية انا نرى ديالة تبدد في الموجات الضوئية تبقى لنفس تقريبا التعريف ولكن ولكن لن نخدو حالاتين لن نخدو واسط هذا يسمى بالموشور من نخدو حالاتين لن نخدو حالاتين واسط من نخدو حالاتين واسط 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 لاحظوا هنا لدينا موشور بخيزمة هو عبارة عن وسط يمكن أن يكون من الزجاج أو من البليكسيكلاكس هذا الموشور هو عبارة عن واحد واسمي سون يعني واحد وسط فيه وجهين هذا وجه وهذا وجه وهذه قاعدة وهذه الزاوية كنسميها زاوية الموشور كرمزو الأبيع اخذنا موشور نفسه اللي كان هنا هو اللي كان هنا فهذا من الأولى رسلنا عليه الضوء أبيض كيف تتشوفو وهنا رسلنا عليه ضوء أحادي اللون هذا التردد هذا 400 نانومتر هنا هذا الضوء هذا هنا كان ملاحظة اللي كان لاحظو أن هذا الضوء هذا اللي هو ضوء أحادي اللون شنو دا نحارف فاجداز من الوجه الأول نحارف فاجداز من الوجه الثاني نحارف وبالينا هنا يعني نومان مو كان خاص يمشي نشان مبدأ استقامي صدوء ولكن عوض أنه يمشي نشان هكا شنو دا نحارف في حين هنا الضوء أبيض كان هنا بيننا أبيض ولكن غير دخل المنشور بدأ كي بنولينا الألوان خرج من المنشور بنولينا مجموعة من الألوان بالنسبة لهذا الحالة الأولى هذه فهالظاهرة تسمى بظاهرة التبدد فنومان ديسبرسيون يعني الضوء تبدد يعني تفكك الضوء يعني الضوء أبيض اللي كان كي بنانا ضوء واحد بيض فكك بعد مروري من المنشور تفكك وعطاني بجموعة من الأدوى هذا الحالة كتسمى ظاهرة التبدد هذه ليست بظاهرة التبدد لأن الضوء لم يتفكك مشا وعطاني واحد هذه كتسمى ظاهرة الإنكسار فنومان دوغيف خاكسيو ظاهرة الإنكسار لأن الضوء إن كسر عوض أنه مشي في الحالة العادي بشكل مستقيم دياله نلقينا أنه انكسر في مكان آخر كتسمى ظاهرة الإنكسار شنو السبب اللي خلنا الضوء الأبيض يقول لها كألوال في حين أن هذا أعطانا بقانون واحد دوك هنا كان ضوء لمجموعة من الخصائص المتعلقة بالضوء والوسط هنا في هذه الحالة هنا تقول أن الضوء سرعته في الهواء فهي تابتة لسي تساوي 13.6 متر فارسو هذه سرعة تابتة يعني جميع الأضوال وحدية اللون لها سرعة تابتة في الفضاء وفي الفرغ كلهم عندنا السرعة وبالتالي كلهم كانوا عندنا السرعة يبالون بريضين يعني الجمع يقول بيض حال لدي واحد ثلاث ناس يجري بنفس السرعة إذا جيتنا من الجانب كان نشوف كيف بحال يجري واحد نفس شيء الضوء هذا جمع الألوان وبما أننا نفس السرعة يعني الاندماج يجري لديهم تعطيني لون واحد هنا يمكن دخول إلى هذا الواسط هذا ما نوقع لهم هنا تغير السرعة هنا بدأ تغير في السرعة تغير في السرعة وبالتالي كل واحد بدأت عنده سرعة مختلفة على الآخر يعني كل واحد يقول عنده انتشار أكثر من الآخر يعني نقول إنه فرز الألوان يقول كيف بن الألوان سيكون لعد الاختلاف السرعة الاختلاف السرعة السبب هو طول الموجة لانضاع هنا تنجي كن نقول بأن طول الموجة فهو يتعلق بواسط الانتشار لا لانغور دون 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 الانتشار سيط تريد مثلا أنا أخذت الضوء أحمر هنا مثلا الطول الموجة 633 نانومتر هنا الضوء أحمر هذا الضوء الأحمر غير 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 الضوء 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 الموجة الموجة تبقى 633 نانومتر لا ستغير هتقول لديه قيمة أخر الضوء الضوء لديه 600 أو لا أكثر هنا خرج الضوء 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 لديه قيمة أخر تردد الموجة لا يتعلق بوسط الانتشار هذا يعني الموجة الأحمر هنا الدول أحمر عنده تردد هنا يل إلى الزرق يكون تردد هنا تردد ولك لديه هنا مثلا مثلا خمسمية ن 팀 هتكون عنده 4 مثلا تعني 4ppy أخر Chancellor و associate وبالتالج كل تؤثر على الصرعة فهي طول الموجه نكتبنا الصرعة تتغير بتغير الواسط يعني عندنا جوجة الأنواع الصرعة عندك سي يساوي لاندا زيرو بفواني حيث ني هو تردد هناك رمزة يبيني بحلف V نعود نكتبها ني هذه في الهواء والفارغ دولاري لفيد في حين هنا V يساوي لاندا فواني هنا في وسط آخر دونزان نوت خميليو يعني إلا عندي الصرعة في الهواء والفارغ تنقلوا السي لاندا زيرو يطول الموجه في الفارغ أو الهواء نكتب الفارغ تتحدث على الهواء هنا لاندا في الوسط يعني هنا سي بسرعة في الفارغ ونفي سرعة في الوسط تعلمين؟ ها تشارش الدع لها الظهور دي لد الألوان هذا دايرة الإنكسار ما يفاشد الحال لأنه هنا يصبغي بأن طول الموجه يتغير لكن هنا لا يوجد فارغ لأنه لا يوجد ألوان أخرى لون واحد يعني كثيرا عنده طول الموجه يدخل أنه يقول عنده طول الموجه أخرى يخرج طول الموجه يعني هنا عنده سرعة أنا عنده سرعة وأنا عنده سرعة بحد هذه اللونة فاهمين؟ دونك هاد اختلاف السرعة من الوسط إلى آخر قداتنا خلاتنا أننا نتحدثه على واحد المعامل كي تسمى معامل إنكسار الوسط المعامل كتبان في الوسط دونك انتشار دعو وحد اللون فى وسط معين كيتعلق بواحد المعامل كي تسمى معامل إنكسار ان اللي هو لسيWF يعني الصري�rostrage وهنا الصريوع في الوسط هل learning which means i وانا link learning معامل انكسار الضوه الأحمر هنا erald phi معامل انكسار الضوه الأحمر معامل انكسار الضوه الأخضر سوراعد الضوه الأخضر معامل انكسار الذوق البنفساجي سوراعد الضوه البنفساجي يعني ممكن نقول أن NG مع مكسر الضوء الأحمر في الوسط يساوي C على V للضوء الأحمر في الوسط مثل جزء الزجاج مثلا السرعة الضوء الأحمر هي لندة 0 للضوء الأحمر لندة طول موجة في الهواء أو الفرغ نضربة فش في تردد على طول موجة في الوسط نضربة فش في تردد تردد بما أنه لا يتعلق بالوسط يمكنه اختزاله واذا ستعطيني؟ ستعطيني هذه العلاقة بأن NG مع مكسر الضوء الأحمر على لندة R نفس الشيء ممكن تبقوا الحالات هناك علاقة أخرى لنسميها بعلاقة كوشي هذه العلاقة فهي N تساوي A زائد B لندة 0 وهاد لندة 0 هو طول موجة في الفرغ دائما تزير هذا لندة ستعطيه نحن بالنسبة للفرغ طول موجة في الفرغ ولف العاوة أو بتابتتين يمكن تحديدهما باستعمال واحد للنظم يكون عندي N ويكون عندي لندة بيتحرج مجهيل أن يجوج للمواعدة فهو ما؟ هنا سليت هذا الفيديو هذا تتحدث على الظواهر في الموجات لحوية التبدد نتمنى لأن الفيديو طويل ما نقولش ما أطولش عليكم ما أطولت عليكم لكن نتمنى تكون الإفادة واخرى الخطوة إذا كان لديكم شي تساؤل أو استفسار نرجو تطرحوا الكومنتر أو اللا في الفيس بوك نتمنى لديكم في الفيديو أم سيا سعيدة ونتلقوا في فيديو آخر إن شاء الله اللي غيكون خططة إن شاء الله أطلت عليكم كثيرا فتصح بعض التمارين وفروض لما تجد حضيتهم وفضلاشا راضي نخصوا بعض التمارين وفي الكيميا ونأخذها من ذلك الفروض يالله بسلام عليكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر قد اوم تلت Hungarine أو تتريبًا سيقاري نحن ما هناك بالف確 سليس الثاء قد اتصركMerch اشتركوا في القناة